السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات السلطلة الرمضانية واليوم في فقرة وصفة في دقائق سنحضر أصابع البوف بيستري بالشوكولاتة أو أصابع العجين المورق بالنوتيلا فكن ناخد مربعات دي العجينة البوف بيستري أو العجين المورق وكنقسموها على الجوج كما هو موضح في الفيديو وكندهنو كل مستطيل بشوكولاتة الدهن سواء نوتيلا أو أي شوكولاتة ديال الدهن اللي متوفرة عندكم وباش نضيفو واحد القرمشة اللذيدة للأصابع ديالنا غدين ناخدو مقلع كنديرو فيها القليل من الزبدة وكنحمصو الشعرية الباكستانية المكسرة اللي كتكون على هاد الشكل كنحمصوها أو كنحمروها في ديك الزبدة حتى كيتغير اللون ديالها ثم كنضيفو كمية من الحليب المركز المحلة باش كتجمع لنا ديك الشعرية وكنحصلو على هاد الخليط بهاد القوام ثم كنوضعو كمية من خليط الشعرية الباكستانية والحليب المحلة فوق العجين وكنلفو كل مستطيل على هاد الشكل ثم كنحضرو الخليط ديال سفار البيض اللي كنضيفو ليل قليل من الحليب والسكر الفانيلا وكندهنو الوجه ديال الاصابع بهاد الخليط ديال السفار البيض وكندخلوهم للفرن وكيكون هادا هو شكل ديالهم بعد ما كيخرجو من الفران كنزينوهم بالشوكولاتة السائلة أو حسب الرغبة كيجيل مدق ديالهم اكتر من رائع وفيهم قرمشة لديدة جدا كنتمنى ان الوصفة دياليوم تكون الناس اعجبكم وتجربوها وكندرب لكم موعد غدا ان شاء الله في نفس الموعد مع حلقة جديدة ووصفة جديدة اما الان فغنخليكم مع باقي فقرات الحلقة على نهجك مشيت بدربك مضيت نوري حبيبي المصطفى بك التدي على نهجك مشيت ومنك استقيت نوري حبيبي المصطفى منك اكتدي موضوع هذا اليوم هو عن مفلسي امة محمد صلى الله عليه وسلم فمن هم يا ترى روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا واستفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فالمفلس من امة محمد صلى الله عليه وسلم هو من يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة ثروة هائلة من الحسنات يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من الطاعات لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيقف يوم الحشر ويقف حوله خصماؤه الذين كان ليظلمهم ويعتدي عليهم بلسانه أو بيده كلهم يريدون أخذ حقوقهم التي لم يستطيعوا أخذها في الحياة الدنيا يحيطون به من كل مكان فهذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بكتفيه وهذا يقول ظلمني وآخر يقول شتمني وذاك يقول غتابني وغيره يقول جاورني فأساء جواري وهذا يقول غشني وقائل يقول كذب علي إلى آخره وتأخذ منه حسناته التي تعب عليها وأفنى فيها عمره تأخذ منه وتنقل إلى خصمائه عوضا عن حقوقهم وكلما فرغ واحد من أخذ حصته جاء الآخر ليأخذ نصيبه منها فإن فنيت حسناته حسنات الصلاة انقدت حسنات الصوم انقدت حسنات الزكاة انقدت وكل ما عنده من حسنات انتهى وما زال من الخصماء من لم يأخذ حقه منه فيأخذ من خطايا الخصماء وسيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار وكما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليلة وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة أي الصلوات المفروضة فقط وتصدق بأثوار أي بقطع من اللبن المجفف ولا تؤدي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة يعني أن السيدة التي تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتكثر من الخيرات ولكنها تؤدي الناس بلسانها فهي من أهل النار والسيدة التي تصلي فقط الفرائد الصلوات الخمس وتصدق بأشياء بسيطة ولكنها لا تؤدي أحدا بلسانها فهي من أهل الجنة فإياكم ثم إياكم وحقوق العباد لأن الذنوب مما يتعلق بحقوق الله تعالى من معاصي فالله يغفرها بالتوبة لكن حقوق العباد فلا تكفرها التوبة ولا تسقط إلا بالقصاص في الدنيا أو في الآخرة أي أن العبد إذا عصى الله سبحانه وتعالى ثم تاب إليه فالله غفور الرحيم وتواب يتوب على من تاب ولكن إذا كان الإنسان قد ظلم أحدا أو سرق مال أحد أو اغتاب أحد أو مسى عرض أحد فلن تنفعه التوبة لن تنفعه التوبة ولن ينفعه الاستغفار من الله سبحانه وتعالى لأنه مسى بحقوق العباد وحقوق العباد لا تكفرها التوبة ولا تسقط إلا بالقصاص في الدنيا أو في الآخرة يا إما هذوك العباد يسمحوا لك في حقهم في الدنيا أو يقتصوا منك في الدنيا أو غد ياخدوا حقهم في الآخرة من حسناتك كما ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضعوا حسناتكم في كيس مثقوب فتصبحوا من المفلسين من أمة محمد يوم الحساب وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاها والسلام عليكم ورحمة الله سؤال اليوم هو لماذا كان يذكر اسم الإمام علي مقرونا بقول كرم الله وجهه لماذا كان يذكر اسم الإمام علي مقرونا بقول كرم الله وجهه وهل يجوز هذا القول فاخليوا الأجوبة دي لكم في التعليقات باش تشاركوا في المسابقة ويدخل الاسم دي لكم في السحب لمزيد من التفاصيل غدا نخلي لكم الرابط ديال فيديو الإعلان عن السلسلة والمسابقة الرمضانية في صندوق الوصف بالنسبة اللي ما شافوش كنتمنى أن حلقة اليوم تكون راقصكم ونكون خفيفة على قلوبكم ونشوفكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر